بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هناك أضرار كثيرة على من يدخن ولكن الضرر يمتد أيضا لمن يجالس هؤلاء المدخنين دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية تؤكد الدراسات أن التدخين السلبي يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري فدخان السجائر يمكن أن يؤثر على البنكرياس الذي ينتج الأنسولين الذي ينظم نسبة السكر في الدم إن المدخنين السلبيين معرضون لسموم تماثل تلك التي يتعرض لها المدخنون أنفسهم لكن بعض المواد السامة تكون أكثر تركيزا في الدخان السلبي لذلك فقد حرم الإسلام كل شيء ضار وهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر ويقول لا ضرر ولا ضرار سبحان الله والسؤال أيها الأحبة هل نترك هذه العادة السيئة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وننقذ أنفسنا وغيرنا وأبنائنا ننقذهم ننقذ أبنائنا من هذا السم القاتل الدخان الله تبارك وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم شكرا لك